السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة. الحلقة دي ما اضعش منك. حتى لو سبتها دلوقتي اسمعها كاملة بعدين وابدأ طبق. حماية الصور بتاعة المدونة بتاعتك وكمان المحتوى الداخلي من اهم الحاجات اللي لازم تهتم بها كمنشئ محتوى. وهقول لك عواقبها فيما بعد في نهاية الحلقة دي. عاوزك بس تبدأ تشوف معي دلوقتي ايه اللي هيتم على المدونة بتاعتك ومفروض انت تعمل ايه. بص كده معي لو جيت حاولت ان انا حدد اي نص مش هتحدد. لو جيت حاولت ان انا اخد صور انقلها كده لو تغطى عليها مش هتتحدد. حتى لو افترضت ان انا مسكتها فعلا ونقلتها بالشكل ده كده اللي براه. بص اللي بيحصل. الصورة مش هتتنقل. يعني مش هتتنسخ وتنزل على الديسكتوب ابدا. في ناس بتنسخ الصور بالشكل ده. بتنقلها كده من عندك من على الموقع وتبدأ تنسخها تحطها على الدسكتوب بالشكل ده. ده كده مش تنفع معاك. حتى لو انت حاولت تنسخ او تعمل انك تعلم على النص بالشكل ده كده مش هيعلم معاك. عاولت تشغل معيو مش يفتح معاك. اللي هو مصدر الصفحة. لو حاولت تشغل كمان انا بضغط معكم برضو. لو حاولت تشغل مع مع برضو مش يفتح معاك. مع 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 ج مش يفتح معاك. حاولت تعمل كل الطرق اللي انت تفتح بيها او تنسخ المحتوى مش هينفع مع الشخص اللي هو بيحاول ياخد محتوى من الموقع بتاعك. مع سي هتنفع فقط لا غير مع الاجزاء اللي دخلها جوة الصفحة اللي هي دي. اللي هي عبارة عن الحاجات الخاصة بالاكواد. فانا هعمل مع سي هينسخها. اما باقي الصفحة لا. مش هيرضى ياخد منه اي نصوص ولا هيقدر يسرق منك اي حاجة. انا الطريقة دي يا جماعة انا دلوقتي بقدم لك طريقة علشان تحمي نفسك من سرقة المحتوى من المبتدئين على قل. لان المحترف اكيد عارف ممكن يسرق موقعك ازاي? او يسرق محتوى كزاي? وده طبعا راجع لضميره. لكن احنا دلوقتي بنحاول ان احنا نحمي موقعنا على قدر الامكان من حتى الناس المبتدئة. لان المبتدئة ده الخوف منهم لانهم بينقلوا الصور وبينقلوا النص زي ما هو في الموقع بتاعهم. تعبع يعني هكلمك في خطورة الموضوع دوت وايه اللي بيحصل لو حد سرق منك النص بالشكل ده في نهاية الحلقة لكن خلينا نشوف دلوقتي ازاي هنطبق الموضوع ده. اول حاجة هتلاقي في الوصف تحت الفيديو اللي ظاهر قدامك ده. اول ما تفتحه كده هتلاقي ملف هتحمله وبص اللي حصل معك. فايدة اللي حصل قدامك دلوقتي اله اللي قدامنا ده ده اول واحد هنستخدمه. ومكانه هيبقى فوق البضي اللي هو فين بالضبط اللي هو هنا كده بزبط. في الموقع بتاعك فوق البضي في نهاية الموقع. والسكريبت التاني اللي هو ده اللي هو ده بالزبط كده اللي انا معلم عليه الاجزاء اللي انا معلم عليها بس هلستخدمها. خلي بالك ما تستخدمش اي كتابات تانية علشان الناس بتغلط في الحاجات دي. اللي انا معلم عليه بس. هنا هتستخدمه في الجزء ده. وهقول لك برضو توصل للمكان ده ازاي? وتعمل فيه لصق ازاي? يبقى خلينا كده نرجع تاني من الاول عشان نشرح الموضوع كاملة. هسيب لك في الوصف تحت الفيديو ملف تيكست الملف تيكست هيشرح لك كل حاجة. ايه الفايدة? بيمنع كنترول شفت مع اي علشان يخش محر الاوامر او اه المطورين بتاع اه متصفح جوجل وف اتنشر نفس الحكاية. وعندك ده منع اف اتنشر ومنع كنترول شفت مع جي. ومنع كنترول ومنع كنترول سي. ومنع تحديد النصوص خلي بالك برضو. منع سرقة الصور. منع اي تعامل على الموقع كامل والحفاظ على المحتوى. طريقة التركيب بقى هقول لك بالزبط دلوقتي. الكود الاولين ده طريقة تركيب وهتنسخه كده من اول هنا لهنا. بالزبط. وهتعمل النسخة. وهتروح للموقع بتاعك. وتنزل على اخر المحتوى تحت خالص. اللي هو فين? فوق البضي بالزبط. يعني ازاي من الاول خالص? اهو المظهر. بعدين تخش على كلمة تعديل وبعدين تسحب السعب. تنزل لنهاية الاكواد خالص تحت. فين نهاية الاكواد اهي. خلاص من هنا كده هتسيبه. هتيجي فوق فوق وسم البضي على طول وتحط بتاعك. خلاص? وهتعمل حفظ. طيب في خطوة تانية? اه في خطوة تانية. الخطوة التانية ان انت هتضغط على مع عشان تبحس على الوسم التاني اللي انت هتحطه. اهو. تعال معايا كده شوف الوسم التاني اللي انت هتستخدمه. اهو. هتنسخ بس الكلمة الصغيرة دي. ركز معايا في الجزء ده. هتنسخ الكلمة الصغيرة دي فقط لا غير. وتروح بقى عامل نسخ. وتخش اكواد القالب تاني. وتبحس بقى تحط هنا. وتعمل انتر. جابك فين? جابك هنا بالزبط. وايه بقى على طول مباشرة هنا كده? هتركبه. برضو اهو. الجزء ده. هتركب الاسكريبت التاني. هتاخده منين? هتاخده نسخ من هنا كده اهو. بالزبط كده. الجزء ده فقط لغير. وبرضو عندك فوق لما تحب تنسخ هتنسخ ده فقط لغير. عشان الناس اللي ما عندهاش غبرة كبيرة في موضوع المعاملة مع الاكواد. يبقى كده معايا الاسكريبت الاولاني فوق البضي على طول. وده فوق اهو. نسخ. وتروح رايح على اكواد القلب بتاعك في المكان ده بالزبط كده. وتعمل لصق. وبعد كده تعمل حفظ تاني. يبقى انت كده ركبت الكودين اللي احنا عاوزينهم واستفدت باللي انت هتحصل اللي هيحصل للموقع بتاعك من حماية. الحماية بقى يا جماعة بتبقى عبارة ايه زي ما قلت لكم. هنا الناس عشان تاخد نسخة احتياطية او تخش في الموقع بتاعك بتضغط ايه? بيضغطوا مع عشان يفتح مصدر الصفحة ويبدأ ينسخ من الاكواد النص بتاعك. وده منعه. بيضغط على مع عشان يفتح اللي هي اسمها اه مطور البرامج او اه اللي هي خاصة بجوجل كروم عشان برضو يقدر ينسخ النص بتاعك. هيضغط مع 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 برضو هيمنعه. هيضغط على هيمنعه. هيجي يعلم عن النص عشان ينسخه مفيش تحديد للنص. هيجي ياخد الصورة عشان ياخد الصورة دي يضغط عليها كليك يمين مفيش كليك يمين. هيجي ياخد الصورة ينسخه كده ينقلها بر عنده في المتصفح مش هتتنقل معه حتى لو جاء حاول يمسكها ونقلت هتجيله علامة التعجب دي او علامة ان هو مش هيقدر ينسخ النص ده او المحتوى ده. يبقى انت كده حميت الصورة بتاعتك. وحميت محتوىك من الزركة. طيب يا جماعة الناس اللي هتشتغل بالسكريبت ده هل هو ده احماية مية في المية? اقدر اقول لك بالنسبة للمبتدئين انت كده بتحمي موقعك بنسبة مية في المية. اما للمحترفين فهم ليهم طرق تانية في ان هما يجلبوا المحتوى بتاعك. ليهم طرق كتيرة جدا. ومش لازم اتكلم فيها عشان ما يبقاش بعلم كمان المبتدئين ان هما ازاي يسرقوا محتوى. فهمتوا قصدي? فانت دلوقتي بنسبة كبيرة حميت الصور بتاعتك حميت المحتوى بتاعك الكتابي من السرقة. طيب الناس بقى اللي هما سرقوا بالفعل حاجات منك انت تنضرف ايه? اولا احنا بنتكلم مع او بنتعامل في عالم الانترنت جماعة مع روبوتات. لما يكون موقع الصباغ للمعلوميات متاخد صور وموجودة في عشرين موقع تاني ومتاخد محتوى موجود في عشرين موقع تاني فده بيدر الموقع الاساسي. بالرغم ان الموقع الاساسي هو اللي كاتب الاول. لو انت موقع واحد واخد منك مش تبقى محسوسة قوي. لكن لما يكون في عدد كبير جدا واخد نفس محتوىك. ونفس الكتابة بالزبط ونفس الصور بالزبط. فالروبوتات كده بيحصل ما بينها تشتيت وبيحصل في مشاكل في حزبة المحتوى ده تبع لمين في الاول? حتى لو انت ترخ انشاءك في الاول قبل منه. فده بيدر. احنا بقى عشان نمنع الحتة دي نمنعها ازاي? اصدقائنا وحبيبنا المبتدئين اللي هما بيسرقوا? احنا بنقول حبيبنا اللي بيسرقوا المحتوى مش هيعرف يسرقك دلوقتي. هيبدأ بقى يدور بقى هو على طرق تانية عشان يسرقك بيها. بس المهم يكون انت عطلته شوية. انت كده عطلته. ولما يزهق ويميل ويلاقي نفسه ان هو مال ان هو يجيب محتوىك وكلام من ده. فخلاص ما بيخشش موقعك تاني وبيحاولش ياخد منك بيها. خد بقى من السهل. اللي بيعرفين سخ منه. اللي مية في المية. لكن آآ المحترفين زي ما قلت لكم لهم طرق يعني في استخدام الحاجات دي كلها. اتمنى يا جماعة ان يكون الحلقة دي افتت الناس. وهسيب لكم كل حاجة احنا شرحناها في الوصف تحت الفيديو من روابط استخدامناها. اتمنى الخير وتوافق للجميع وفي النهاية اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.